خلف مشهد الحرب المستعرة في اليمن تكمن التداعيات الأخطر التي تعمق معاناة اليمنيين وتقوض حياتهم متلازمة المياه والوقود تتجلى في شكل أزمة تبلغ حد الندرة لكليهما معا ففي ظل الارتفاع الحد لأسعار الوقود وندرتها في السوق يواجه اليمنيون مشكلة في استخراج المياه الجوفية المصدر الرئيس للشرب والاستخدامات المنزلية في البلاد المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرك الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري في أحدث تصريحات له يؤكد أن نقص الوقود المتكرر في اليمن أدى إلى تعميك أزمة المياه والصحة فمن ضخات المياه التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص عبر الشبكات العامة في أربع عشرة مدينة تواجه نفاذا سريعا للوقود جزء من إشكالية المياه تتجلى وفكا لكابالاري في تلك التي تنقل بواسطة الشاحنات بغرض بيعها وتشكل المصدر الرئيسي الذي يتزود منه خمس سكان اليمن فقد شهدت مياه الشاحنات ارتفاعا حادا في الأسعار وصلت إلى نحو ستة أضعاف ما كانت عليه من قبل في بعض المناطق بسبب الانقطاع المحروقات وشحتها وغلاها حيانا نتوقف عن العمل ولا نقطع مصاريف الحياة اليومية انعكاسات ندرة المياه تبدو شديدة التأثير في الجانب الصحي حيث تشكل صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب إحدى أهم أسباب سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه أكثر من ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف طفل يصارعون من أجل البقاء وفقا لليونسف شكلت معاناة اليمنيين مع المياه مظهرا مؤثرا في مشهد العنف والحرب الذي يطغى على اليمن منذ أكثر من ثلاثة عوام فبسط الموت والقصف والدمار بقيت مسألة الحصول على المياه معركة قائمة بذاتها في أكثر المناطق التي عصفت بها الحرب ومنها مدينة تعز ترتفع الأصوات الأممية المحذرة من تفاقم الوضع الإنساني لكن مسؤولي الأمم المتحدة ومنهم ماكولدريك الذي لا يزال في صنعاء حتى الآن لم يقاربوا ولا يرغبون ربما الأسباب الحقيقية التي دفعت باليمن لأن يتحول إلى بؤرة خطيرة من الأزمات الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم